اشتركوا في القناة مكاوي للاستثمار العقاري بتقدم لك اراضي مسجلة شؤة شليهات باميز اماكن في مطروحة للاستفسار اتصل على ورجعنا لكم تاني بعض الفاصل ووضح ان الحلقة دي النهاردة يعني حلقة من ماس حلقة فعلا على اسم الوكالة وكالة ماس فهي فعلا حلقة من ماس لما نجيب اطباء الاسنان اللي الناس دمانها دلوقتي قاعدة وسايبة كل حاجة وقاعدين بيتفرجوا لان اكتر مشاكل زي ما اتكلمنا قبل كده واكتر حاجة بتتعب وخصوصا للاولاد الصغيرين هي فعلا مشاكل الاسنان وزي ما كنا مع الدكتور ويسف دلوقتي احنا مع الدكتور مهند انور اخصائي طب وجراحة الفم والاسنان والمركز بتاعه في حدايا الاهرام فعلا من الناس اللي تحب تقعد تتكلم معاه اللي تحب تشوفه هو بيتكلم وهو بيشتغل يعني ما بالك انت بتشوفه هو بيتكلم ما بالك لما هي بتدي يشتغل ويبتدي يتكلم وبيتكلم لنا النهاردة عن نقطة جميلة جدا ومهمة جدا وتغفل عن الكثير نقطة تجميل الاسنان يعني زي ما تكلمنا على كذا نقطة خاصة بالاسنان هنحيي النهاردة وهنحيي استاذ الدكتور اللي برضو هقول له انت استاذ دكتور هنحييك وهنقول اكتر ان انت هتوصل لمرحلة الاستاذية باذن الله لان شغلك فعلا متطور ومتقدم بنحيي حضرتك يا دكتور اهلا مسألة اهلا مسألة اهلا مسألة دكتور احنا النهاردة بنتكلم على بنتكلم على التجميل طبعا بشكل عام ويمكن فيه داتا حضرتك سائبها لشغل حضرتك الحي فعلا بعد ما بنمسي على السادة المشاهدين هنتدنس على حضرتك عن الاسنان الحساسة حساسية الاسنان اه حساسية حساسية الاسنان بترجع لحاجتين وهي النظافة وغسيل الاسنان الناس مقتنعة بفكرة ان انا بغسل سناني وخلاص طب ازاي بغسل سناني بغسلها صح ولا غلط انا ممكن احط الفرشة وحط المعجون وما باستفدش بحاجة لازم اتعلم ازاي طريقة الغسيل السناني الصح حساسية الاسنان بتجي ممكن عن طريقتين طريقة اول حاجة الطريقة تغسيل السناني الغلط ممكن وانا بغسل سناني ما بغسلش في الاتجاه المزبوط الصح واللي هو من اللسى للسنة ماينفعش امشي بالجنب ولاينفها افضل رايح جاي اه هو ده الخطأ بقى لكلنا تقريبا بنقع فيه دي لها دور يعني مريض دي جي يقول لي انا بغسل سناني يا دكتور بس للأسف انا برضو سناني فيها حساسية بتوجعني جدا برغم ان انا بغسل السناني يقول له طب بتغسل سنانك ازاي فيبتدي يقول لي اول حاجة مثلا انا بغسلها كده زي ما بنتعودين غلط لان ربنا سبحانه وتعالى عامل يعني اتنين لتلاتة ملي كده بالزبط ما بين سن ده على السنان بتسمح ان الاكل يفضل يتحرك براحته مع عضلات البق بحيس ان القوة كلها تتوزع مزبوط فاحنا دي الاتنين تتملي دول بالفرشة عاملين نقطع فيها رايح جاي فاهمني فده بيبين الجدور ويقطع في اللسة فده جزء يودي حساسية حاجة تانية عدم غسيل السنان بقى خالص تراكم الاكل لطبقات الجير والطبقات الكلسية مع الوقت طبعا ده بيعمل التهبات شديدة في اللسة فده ايه بيقدي لحساسية السنانك يبقى فعلا زي ما سبحانه وتعالى بيقوله ما تيتو من العلم الا قليل احنا كلنا يمكن كلنا نجهل بعض ازاي نقدر نعمل غسيل غسول السنان هل غسول السنان يا دكتور بيبقى ممكن يبقى يوميا مثلا بيثبت لنفسي 3 ايام في الاسبوع اخسل امضمط فيهم بعد غسيل السنان اللي هو الصبح عشان الناس تعرف فرق ما بين غسيل الأسنان أو الفرشة واستعمال الفرشة وغسلوه للأسنان بالضبط لأنه غسيل الأسنان لوحده مش كفاية يعني اهتمام السنان ده حاجة واهتمام الليثة ده حاجة تانية خالص يعني اهتمام السنان بالفرشة زي ما اتفقنا طيب بعدين المضمضة دي ضروري جدا عشان حساسية الليثة وتعزز الليثة شوية إن هي ما تستقبلش تساوس ولازم لازم كلها بنجيب نوع معين من المضمضة لازم نغيره لأن نسبتنا على نوع واحد ده ممكن يقدي لتغيير اللون تغيير اللون الليثة نفسه كمان الغماءان بتاع الليثة ده للاستخدام الزيادة للمضمضة برضو مريض يقول يا دكتور تانية بغسل السنان يبقى مضمض بس برضو اللون ده مضيقني فيه لون غامق هنا فيه كذا ده بسبب المضمضة طبعا ده في حالة لو هي حاجة مرضية مش حاجة طبيعية ورصية أحيانا ده ورصة بيبقى لون السنان لون الليثة كده غامق إنما فيه عن طريق المضمضة ده بسبب مضمضة الزيادة يعني ده بيقدي برضو ايه للدسكالاريشن اللي هو اللون المختلف يبقى احنا اتعلمنا مع دكتورنا المثقف فعلا دكتور مهند اتعلمنا ازاي طريقة الغسيل وطريقة الغسول وكل ده علشان ما يقضيش للتساوث وده السؤال اللي جايد للدكتور في ايه هو التطور لمرحلة التساوث التطور الطبيعي للتساوث مراحل التساوث بدايته بدايت طبعا أكل تراكم الأكل تمام الأكل موجود بعدين الفضل في البق اتحول لبكتيريا اتحول لبكتيريا بعدين ما يبقى بكتيريا اللعاب بتاعنا السلايفا بتاع البني قدم ده أكتر مكان هلسي جدا بالنسبة للبكتيريا دي فأنا لما حط أكل وحط له اللعاب أنا كده ببسطها جدا البكتيريا وهل في فرق طيب ما بين التساوث في بدايته والتساوث لما بيزيد أكتر وبيزيد أكتر مع المريض يعني ممكن أنا أحس أن أنا عندي تساوث دلوقتي ممكن أهمله أهمله ده في خطر إيه بقى علي بعدك طبعا الأسنان الأسنان مش ده غير أي عضو في الجسم الأي عضو في الجسم ممكن يعالج نفسه أي فيروس في جسمك ممكن يعالج نفسه وإنما الأسنان لازم لازم أتدخل من البني آدم لازم أنا أشيل التساوث ده لازم ماهما حصل فالتدرق بالضبط اللي بيحصل الأكل بعد كده بكتيريا بعد كده البكتيريا توقفل سلايفا بتلوعب بتاعنا بعدين بيتحول لطبقات كالسية وجير وهو ده بداية التساوث الغماءان وأكلان في السنة وطبعا البكتيريا دي بتطلع سموم السموم دي هلتري تضعف السنة واحدة واحدة بتلاقي حتى ممكن تتكسر من حاجة بسيطة بزبط اللي هنا بتهق بواحدة واحدة السنان بتبوز مع الوقت السموم دي عمالة تضعف فيها أنا 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 حصل معي الجزء الجيمين اللي هو موحدة دي يقول لك كده أخدت شارة مجانية كمان شوار يا سلامت حتى أمرك إحنا من هنا نقدر نتكلم نقول هل في موانع بتمنع من طبيض الأسنان لا ما فيش موانع إحنا إحنا لو تكلمنا حتى على طبيض فهو طبيض ممكن هنعيده تاني مع حضرتك لأنه بيهتم بالتجميل ممكن حضرتك بتكلم في التجميل وبتهتمي بيه أكتر في تجميل الأسنان في منطقة تجميل الأسنان فطبيض ممكن تدينا نفذة بسيطة كده عن طبيض الأسنان وتجملها طبيض الأسنان طبعا غير تنظيف حاجة تانية لأنه ناس برضو عن ضع التقادات إن مجرد ما روح أن أضف عند دكتور فأنا اسمي إيه؟ عملت طبيض الأسناني فهيقول لك أنا عايز اللون يا دكتور عايز ألوان أكتر فالطبيض ده ما هو إلا أن السناننا دي عامنا زي المسام جلدنا بالضبط خلاص الطبيض ده عبارة عن مادة بالضبط بتخش جوه المسام دي وتبتدي تغير لونها حسب الدرجات هي بتبقى جلسة ما بين ساعة لربع لساعة تمام؟ كل ربع ساعة بنزود المادة دي وحسب اختيار المريض أو البيشنت نفسه يقول أنا كده كفاية استكفيت بالدرجة دي أو محتاج درجة أكتر أو أكتر بس ده هو ده طبيض الأسنان طبعا عيوب ومميزاته بتفرق جدا يعني إحنا إحنا جلنا اتصال خارجي تمام ومعانا أستاذ أسماء من أسيوت آآ معانا أستاذة سلام عليكم يا فهندس عليكم السلام إزاي حضرتك أستاذ أسماء إزاي حضرتك إزاي حضرتك معاليسة وأنا ممكن أكلم الدكتور تفضلي أهلا 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 تفضلي معاليسة الدكتور وأنا اسماني مش متواصة خالص بس الناس عندي ملتهرة جدا فلما باكن أي أكل كده بتوجع ميجان باستخد معجون سنسو داين هو دا كويس ولا لأ؟ بالنسبة للمعجون أولا هاسألك سؤال هو أول حاجة هاسألها طريقة غسيل السنان إزاي بتغسيل سنانك صح ولا غلط اللي هو زي ما إلس كنت بقول طريقة غسيل السنان الصح والوحيدة من اللسة للسنة من اللسة للسنة لما بفضلش رايح جاي هو في اتجاه واحد بس ونفس الكلام من تحت في اتجاه واحد لا بمشي بالجنب ولا بفضل رايح جاي دي أول حاجة اللي بنقول حساسية عشان كده يبقى نضاف الغسيل بالفرشة بعدين نستخدم مضمضة نستخدمها يوم أو يوم لأ لمدة دقيقتين بعد غسيل السنان زائد حاجة وأهم حاجة بالظبط إن احنا نروح لدكتور ننظف كل ما بين أربعة لستة شهور حسب العادات بتاعتنا أنا عادات بتاعتي عاملة إزاي باشرب قهوة كتير باشرب شاي كتير مدخن الكلام دا كله لازم نروح عند الدكتور ونظف بالأجهزة الحاجات دي ما بتوصلهاش الفرشة العادية والمعجون للأسف هنتكلم عن المعجون جميع أنواع المعجون كويسة جدا كل ما إحنا كل من زي ما قلت زي ما هنغير مضمضة خلص نوعها نغير برضو نوع المعجون جبنا نوع رقم واحد خلص نجيب نوع رقم اتنين خلص نجيب رقم تلاتة نفضل نغير لأن كل معجون مركز على حاجة معينة مهتمة بيها واحد مركز للحساسية واحد مركز لتبيض ودرجات ألوان السنان وهكذا فاحنا نتغير ونبدل فيهم تمام كده أستاذ أسماء شوفنا لحضرتك كيف أنت وقال في سلام عليك وعصرة البرنامج بتتمنى لك وتتمنى كل مشاهدين السلام نرجع تاني لحضرتك يا دكتور هنقدر نسألك ممكن تجميل الأسنان شكل جاية عشان نوصل لي هل ممكن كمان يتم تعويض الأسنان المفقودة؟ أه طبعا أكيد موجود طبعا الأسنان اللي مش موجودة خالص طبعا يعني السنة مش موجودة خالص أو جدري فيه فرق ما بين ده وده تمام السنة مش موجودة أه طبعا نقدر نعوضها بأكتر من طريقة لو سنة مش موجودة خالص عندنا التركيبات العادية اللي هي السابتة اللي هي نبرد السنة نفسها اللي قبلها يعني مثلا نبرد الدرس دا ونبرد الدرس دا هل في صور للمحاجات دي؟ بالضبط هو موجود الصور عندنا في الحالات لو في صور ياريت زمائلنا العزاء اللي أنا بحييهم فعلا على مجهودهم ياريت يبتدوا يعرضو لنا الصور اللي موجودة عندهم الخاصة بشغل تعويض الأسنان المفقودة تمام دي التركيبات السابتة دي اللي بتتلزق على طول طب فيه تركيبات متحركة اللي هي تبقى شبه الطاقمة بس بتعوض سنة او اتنين او تلاتة حسب اللي موجود في صور تادي تتعارض اهي يا ريت حداك تكلمنا عليها دي صور لتركيبة السنان الفك اللي تحت هو دا مفيش اسنان خالص فانا هنا ببرد الدرس السنة اللي قبله والسنة اللي بعدها وباخد المقاس وبرجع يعوض لي كل المكان اهو زي ما حضرتك شايف كده تمام برضو نفس الكلام دا فوق بردت الدرس السنة اللي قبلها واللي بعدها وعوضت المكان كل مرة واحدة اهو بص بقى انا هنا بارد قبله وبارد بعض دا كبري مكون من تلاتة دا حتة واحدة كبري من ثلاث اسنان مع بعض اهو بلزق في الاول وفي الاخر اللي جوه واللي برا الدرس القبل واللي بعده وبعوضت المكان اللي في النص تمام او او حاجة تم تم تعويض الاسنان المفقودة اللي تم فقدات بالزرط تمام اه دي طبعا اه او لسه فيك تمام بي برضو تركيبة تانية نفس الكلام بابرد الدرس القبل واللي بعده ونعوض السنة بكبري تمام مجموعة تصور فعلا متميزة والحالات فعلا تم تنفيذها مع حدرتك ده هنا ده بقى حالة تبييد شوف الفرق هو ده تجميل ولا ولاش ده بشكل الفرق من التبييد العادي والتركيب ان التبييد العادي ده بشكل السنة العادية بتاعنا خالص وبنبتدي نحط له المادة دي فبيرجعنا بشكل الطبيع بتاع السنة اللي ربنا خلقه لنا طب بما ان التركيب احنا قلنا انواع التركيبات التركيبات في عندنا انواع تركيبات طبعا عندنا بورسلين عندنا بزيركونيوم عندنا إيماكس طبعا ده بالتدريب كل واحد فيهم لي ميزاته لي عيوبه وكل واحد طبعا حسب المكان فين وحسب اللي ينفع للسنة دي أو للبني آدم ده عبدته قوية ضعيفة السنة قدام ولا وراء يعني الإيماكس مثلا هو اللي بنستخدمه في الأسنان الأمامية اللي هو بنعمل منه الهوليوود إسمايل ولي نقدر نلعب منه بأشكال الأسنان الهوليوود إسمايل طبعا هوليوود إسمايل ما إلا هي كلمة يعني هي تجارية منعما ما فيش في الشغل نفسه كلمة هوليوود إسمايل إحنا عندنا الأسنان ليها ممكن أكتر ممكن حوالي 24 شكل الأسنان نفسها بالناحية التجميل اللي أنا والمريض قدامي بنفضل نختار على حسب شكل وشه على حسب هو فيه مال ولا مال راجل ولا ست شكل السنان عاملة إزاي طبعا بيختلف هي دي التركبة بالنسبة لنا ده ما بين البورسلان اللي هو الحديد وعليه طبقة البورسلان عندنا الزيركونيام ده كله بيبقى آآ أبيض برضو وعندنا الإيماكس اللي بنعمل منه الطبقات الفينير اللي هي اللي شبهة دوافر اللي بتتلزق بالزبط على السنان من قدام كده هي دي الفينير عندنا بقى يعني السؤال اللي الناس كتير بتتسأله ويمكن آآ أنا تتسألي شخصيا من مدير الوكالة عندي آآ البوتيكس والفيلر البوتيكس والفيلر آآ آآ ايه دخلوهم وإعلقيتهم بتجميل الأسمان؟ دخلوا ازاي وإمتى وفين؟ والتطور زي ما قلنا التطور بتاعنا التطور في مجال طب وجراحة الفم والأسنان هتكلمنا عنها باستفادة بقى الفترة اللي جاية أهلا مصدد طبعا البوتوكس والفيلر فعلا فرق كتير جدا جدا وأضاف كتير جدا لدكاتة الأسنان من ناحية التجميل ومن ناحية ممكن أستفق حاجتين يا إما أستخدم تجميل أعمله في التجميل يعني شكل بس يا إما في الفونكشن الفكرة الخدمة نفسها يعني أنا زي مثلا أنا داتي أما أجي أعمل فيلر ممكن أعمل فيلر في الشفايف أكبر الشفايف بس مش أكتر صح؟ طب أنا لو عايزها المريض نفسه مضايقة شكله بمعنى مش في أسنان أو في بيشنت يبقى لاقي شفته سبحانه هي لوحدها كده عنده شفة هنا أدخل من الشفة التانية تمام خلاص فأنا عشان شكلها الشكل الطبيعي بيبقى الأساسي أقوم أنا حط له فيلر ناحية دي تمام عشان يبقى لتنين شكل واحد مضبوط تمام تمام دي حاجة مثلا فيلر طيب حاجة تانية للبوتوكس ومهمة جدا 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 وبتفرق قوي وسهل أو بسيطة نحن نتكلم باستفادة عن البوتوكس تمام هقول له حضرتك البوتوكس البوتوكس بيعمل إيه الفرق بالأول نقول بس الفرق من البوتوكس والفيلر البوتوكس هو بيتحط بيشنج العضلة بيهديها بيوقفها طب إنما الفيلر ما هو بيدي فوليوم بحطه بيديني حجم بزيادة طيب هنعمل البوتوكس طبعا إنه هو بيوقف العضلة فبنستخدمه في إيه؟ في الجامي سمايل الجامي سمايل هي دحكة النتوية اللي مش فيه ناس تضحك بتلاقي الليسة كلها باينة في بقه بزيادة قوي صحي كده؟ أيها فأنا بقى بعمل إيه؟ باجي هنا أحقنه بحقنه هنا نقطة بوتوكس وهنا برضو تلاتة ميلي بوتوكس أو هنا تلاتة ميلي بوتوكس وحطه تمام؟ فأنا البوتوكس بيوقف العضلة فالمريض دي جياد حك العضلة توقف عند حتة معينة ما تطلعش فوق زي الأول تاني خالص تمام فتبقى لإيه؟ الطبيعي بتاعنا فإحنا كده استخدمناها في حاجة متعبة لنفسية المريض وإيه؟ كده بقيت أحسن له أحسن لو مش مجرد شكله خلاص طيب حاجة تانية وأهمة بكتير ومهمة جدا جدا الجزة على الأسنان الجزة عندنا نوعين إما جراسي من الأهل إما بيبقى عن نتيجة الدقوط اليومية والنفسية بالليل بيبقى بتطلع عن طريق النوم البني قدم مش أحيانا حد يقولك يا بابا أنا سامع صوت سنانك وانت جام بتكسر جامد في سنانك ويجي يقولي يا دكتور أنا سناني مبرودة خالص مش عارف هي كل أجاكل ألاقي الأكل بتتدحلق مني ليه كده؟ عشان إيه؟ الجزة طيب بنعمل إيه؟ مش البوتوكس بيوقف العضلة بنعمل إيه؟ بنيجي نحقن هنا بالظبط نحقن هنا ثلاثة ميلي برضو ونحقن ثلاثة ميلي فالمريض دي يجي عض خلاص العضة قوة عضته اللي هي زكاة الأول بتجزة على سنانه وتكسرها لأ ده بيقلل العضة خالص بكتير فما إيه؟ ما يبطل حتة الجزة على السنانه وإحنا خلال ما نديله ده ده بيقعد حوالي 8 شهور بتحالك كده حالات مرضية أكتر زي حالات تشنجات وحالات عصبية وده ممكن يدخل شبهر كده فيه ناس طبعا بيبقى لها جزء بيوصلهم طبعا عشان البقى مكان ضعيف فطبعا إيه؟ نقدر نقول اللي هي دي ما هي؟ يعني لو كنا هنسأل نقول حالات حقن البوتيكس والفلر كنا نقدر نتكلم في استفادة أكتر في حالات حقن البوتيكس والفلر نقدر نقول إن هي دي الحالات وبعض المشاكل طب من خلال حضرتك من خلال خبرة حضرتك في مجال التجميل تجميل الأسنان طبعا طولنا إيه الجديد مثلا أو إيه اللي ممكن الناس وخصوصا السيدات طبعا تلوهم قاعدين باستنين دلو جبنا سيرة التجميل قاعدين قدام الشاشة على طول إحنا المكلمات المدخلات التلفونية كلهم كلهم بيجروا عليك يا دكتور أستاذ إيمان من القاهرة نورتينا عليكم السلام عليكم عليكم السلام ورحمة الله عليكم السلام أعلم سأل الدكتور أقول له إيه أحسن المعجون ولا البدرة بروس الأسنانة والمعجون لا خلينا في المعجون بلاش البدرة لأن استخدام البدرة الزيادة عن اللزوم ده شيء مش لطيف وكده كده خدمة اللي هتغديها من البدرة هتغديها عند الدكتور لأنك لازم تروح عند الدكتور ما بين كل أربعة لستة شهور فيستحسن خليكي في المعجون العادي خالص جدا ولما نروح عند الدكتور هو هيعملك الإفاكت اللي احنا عايزينه بالبدرة هيعمله بالشغل اللي عنده بالخمات اللي عنده تحت خبرة الاستخدام الزيادة عن اللزوم ده بيتعب السلام تقريباً الخط فصل طبعاً بتقول عليها ايه الجديد دلوقتي في مجال التجميل في الأسنين؟ أنا عايز أقول حياتي حاجة بس مش بس الفيميلز أو البنات هما اللي بيجروا ورا التجميل ومش هنسميها التجميل لمجرد ان أنا عايز أغير في شكلي وخلاص لا كمان بقى الرجالة والرجالة كمان عايزين ده بيدوروا على الحياتة ان أنا عندي دفو معين عايز أغيره أشيله عندي حاجة بفش غلط فبصلحها فاهمني فهي زي ما فيه ستات فيه رجالة كتير برضو بيدوروا على الحاجة دي بس بالنسبة طبعاً للأسنان وتجميل الجديد اللي فيها هو استخدام البوتوكس والفيلر مع بقى التركيبات مع الفينيرز زي مع التبييد مع الاستخدام الاتنين أنا ممكن أصدم الفينير فوق وطبييد تحت عشان أحافظ على أسناني الطبيعية اللي موجودة ونفس الوقت اسمي وفرت على المريض وفوق عملت له فينيرز للطبقات الإشرائية دي طب نقدر وإحنا بنختم الحلقة الجميلة ديداً والكلام الرائع فعلاً مع حضرك تدينا نصيحة لأولئة الأمور مع أولادهم وكمان سيدات اللي عايزين يجملوا وعايزين يجوا يزوروا عادة حضركة اللي في حضرية الأهرام عايزين يجوا يزوروا حضرتك ويتابعوا معاك عملات التجميل يبتدوا يعملوا ايه ويجهزوا ايه قبل ما يجوا لحضرتك أهم حاجة عندي الاهتمام بالنظافة وغسيل السنان أني أعود الأطفال وعود كل اللي موجودين في البيت أن غسيل السنان ده دي الميا والأكل بالضبط حاجة أساسية لا يعني حاجة أساسية ما ينفعش نشيل منها حتى ولا حتى مثلاً أقول أن أخسل الصبح بس ومخسلش بالليل لا أخسل بنظام الصبح وبالليل واستوامشي وراء التعليمات دي كلها إمتى أغير الفرشة كل ثلاث شهور أستخدم الماثواش المضمضة زي ما قلنا أروح عند الدكتور كل أربع شهور ده وفي نفس الأعود الأطفال ما بقاش كل حاجة دلوقتي كل حد يضمريد يدخل يعني دكتور ما بيجيش غير لما خلاص يعني يحصلوا كرسة يحصلوا قلم شديد ليه لمجرد أنه خايف من الدكتور خايف من حقنا خلاص ما بقاش الأسنان زي زمان دلوقتي طب الأسنان اتطور لدرجة أن حتك تخيل معي أنا لو عندي تلتين الروت بس تلتين الجدر تحت جوه في العظم أنا أقدر أطلعه وبني كله لغاية فوق فعلا وختامه ومسك وكما قال سبحانه وتعالى وفي ذلك فليتنافس المتنافسون إحنا هنا بالنوحي دكتور مهنة دانور أخصائي طب فم وجرحة الأسنان بحدي الأهرام هنا هو قريب مننا وقريب من كل سادة المشاهدين وتقدروا الظروت وقدروا تتابع معايا احنا بنحييك ونقول لحضرتك نورتنا في برنامج جرؤية مصرية ومن هنا أنا بحيث سادة المشاهدين كلهم وإن شاء الله إلى اللقاء في حلقة قادمة ببرنامج جرؤية مصرية كان معكم دكتور محمد عبد الرحمن بإحنا بحلقة قادمة بإحنا بحلقة قادمة اشتركوا في القناة